اشتركوا في القناة ممكن تجي بيها كيلو او نص كيلو زي ما بتحبي في منها كل الالوان في منها ابيض احمر اصفر كل الدرجات موجودة ولو ما فيش درجة موجودة احنا بنعمل مكس مثلا ونمكس لون على لون علشان نطلع الدرجة اللي احنا عايز منها في منها كل الدرجات في السوق طيب سعرها مثلا بيتروح من قد ايه سعرها بيبدأ من 22 جنيه لغاية 30 جنيه طيب بالنسبة هل ينفع نعملها في البيت هو ممكن نعملها في البيت بس انا شايفة ان الموضوع مرهق وقصات كده ممكن النتيجة ما تطلعش كويسة او مضمونة كل مرة غير ان الموضوع بياخد وقت غير ان كده وكده هي اصلا رخيصة فليه نتعب نفسنا ونعملها في البيت طيب ما نشتريها جاهزة هتطلع مضمونة معايا كل مرة هل بقى هي طعمها حلو ولا طعمها وحش يا جماعة عجنت السكر طعمها مش وحش عجنت السكر طعمها مسكر زيادة يعني هي سكرها عالي فبالتالي اغلب جمهورها بيكون من الاطفال مش من الكبار بتجزع كده كل ما كان سكرها عالي كل ما هتجزع فالكبير مش هيحبها لكن اللي هيستظرافها اكتر هم الاطفال طيب عجنت السكر تتحط في الفراف المطبخ مثلا او في درج ولا بتحط في التلاجة عجنت السكر ماينفعش ابدا ابدا تحطيها في التلاجة لانها عدوة الرطوبة وعدوة المية يعني مثلا ماينفعش قابلي ايدي مية او ايدي تكون فيها مية وامسك عجنت سكر عشان هعجنها هلاقيها على طول ساحة معايا عجنت السكر ما بتحبش المية خالص بتحب النشا لان النشا بيسحب منها الرطوبة حتى لو ايدي فيها مية النشا الواحده بيسحب من ايدي المية وبيسحب من العجنة نفسها الرطوبة فبالتالي بيخليها ما تلزقش معايا عشان كيه دايما قبل ما اشتغل لازم احطه على السطح اللي عندي نشا واحطه فوقها نشا قبل ما افردها بالنشابة طيب كمان هتكلم على نقطة مهمة اوي النقطة دي هي نقطة السي ام سي في حاجة اسمها السي ام سي باودر او التايلوز باودر في مصر ما بيكونش موجود التايلوز اوي لكن موجود السي ام سي عجنت السي ام سي دي زي ما انت شايفة كده عاملين مثلا مجسم لقطة والمجسم شكل واقف وجميل لانها متضف لها السي ام سي السي ام سي دي عبارة عن بودرة البودرة دي مش غالية يعني مثلا العلبة دي معايا هنا بخمستاشر جنيه متوفرة عن دوع مستلزمات الحلويات بتبضي فيها على عجنت السكر وبتعجني بيها عجنت السكر عشان خاطر بعد ما تعملي المجسم سواء تعملي قطة دبدوب وردة فيونكا الشكل يفضل سابت وناشف معاكي مايرجعش يطره ومايرجعش يسيح طيب لو انت مثلا مش هطره فانك تعملي عجينة سكر او تعملي مجسم مثلا معين لقطة او لدبدوب نشو اضل حاجات دي كلها هنعملها مع بعض فانتي اسهل شيء بالنسبالك ان انت تستخدمي القطعات انا مثلا هنا عندي قطعة من عجنت السكر باللون البنبة قبل ما هشتغل عليها لازم قبل منها احط شوية نشا وبفرد النشا كده بايدي وبعدين بحط عجينة السكر وبديها برضو سنة نشا صغيرة كده من فوق علشان ما تلزقش معايا انت عندك بقى بتاع انك تستخدمي قطعات طيب تعالوا نستعرض كده مع بعض سريعا اشكال القطعات القطعات بتمكني اني اعمل الشكل بدون ما يكون شطرة وما يكون عندي مهارة ان انا استخدم عجينة السكر او اعبل بيها مجسمات مثلا هنا عندي مثلا قطعات لبوردة بمختلف مأساتها هتطلع لي الوردة بمختلف مأساتها طبعا بالنسبة لقطعات الاستلس والقطعات البلاستيك فالاستلس هو انضف نوع لان بيديني قطع نضيف قطع نضيف يعني الجوانب هنا كلها نضيفة مفيش فيها بوائي من القطع شرشرة وده اللي اصده بكلمة قطع نضيف طبعا عندك مختلف الاشكال عندي هنا مثلا القطعات البلاستيك طبعا برضو بيجي منها مأساتها يعني بيكون مثلا عندي كده اللي هو المأسات كلها بتاعتها تمام؟ برضو بتطلع لي شكل وردة مختلف شوي مثلا لما باجي استخدمها بسبتها الاول في مكانها كده وإيدي بتكون تقيلة وانا بقطع علشان لما قطع اقطع معاها قطع نضيف يعني على الرغم انها بلاستيك لكن اقدر اني قطع معاها قطع نضيف يعني اعمل كده بشيلها من التسكينة بتاعتها لانها لما بتدخل جوه بتتسكن بحيث تطلع معايا كده اهي عملتلي شكل وردة تاني اقدر انا هنا مثلا في النص احط خرزة او احط لولي طبعا كل اللولي والخرز ده بيتاكل وغذائي او اقدر كمان احط مثلا كرة من عجنت السكر مثلا باللون الاصهر الفاتح فيبقى شكلها ظريف كده مثلا عملت وردتين مختلفتين من قطعتين كل قطعة بشكل فيه هنا كمان معايا برضو قطعة وبصامة من عجنت السكر برضو بلاستيك برضو بمقاسات واشكال مختلفة مثلا هنجرب الصغير هتطلع لي شكل عامل ازاي اول حاجة بسبتها تمام وبقطع كويس وبعمل كده علشان قبصم الشكل بتاعها على عجنت السكر وبقطع كويس كده فبتعمل كده مجرد ما بس بعمل كده الشكل عندي بيطلع سهل اهو تمام اهو فعملتلي وردة تانية مختلفة كمان بيكون عندي مثلا قطعة على شكل نجوم باحجامها واشكالها كذلك برضو قطعت القلب برضو باحجامها واشكالها بسبت وبقطع بيطلع معايا الشكل سهل جدا فلو هعمل بقى طرطة كلها وكلها قلوب هقطع بسرعة قوي وهتنجز معايا في الوقت وفي المجهود وعلى فكرة جماعة القطعات دي مش غالية يعني القطعات دي برضو موجودة عند بتوع المستلزمات ومش غالية سعرها كوي الحاجات دي مثلا يعني مثلا لو ممكن الواحدة مثلا تقف بعشرة جنيه او لو طقم كامل مثلا ممكن يقف باربعين جنيه فمش غالية فيه كمان القطعات اللي هي بتكون الاستلز على شكل الارقام الانجليش مثلا تمام فيه منها الحجم الكبير زي اللي انا مسكادة مثلا ممكن بختاره لو طرطة معايا حجمها كبير فبالتالي بيبقى متناسب معاها الرقم الكبير بشكل اكبر تمام وبيخرجه سهل وضريف ولطيف وبيطلع مظبوط والقطع برضو نظيف فيه بقى كمان الارقام اللي هي صغيرة يعني فيه طقم تاني بيكون الرقم فيه صغير شايف الفرق بين الرقمين كبار قوي تمام الحجم كبير ده طقم وده طقم طيب ده بالنسبة للارقام طيب بالنسبة للحروف الحروف الانجليش كمان فيه منها الستلز دي حروف صغيرة فيه كمان حروف كبيرة وطبعا الحروف الكبيرة بتحطيها على الطرطة المقاس كبير لان بتكون متناسبة اكتر وهتبان اكتر انما الطرطة الصغيرة اللي بتحط عليها الحروف الصغيرة فيه كمان منها الستلز وفيه منها البلاستيك طبعا الستلز احسن كتير وانضف كتير فانا من صحكيش بالبلاستيك انا جبت انواع واشكال كتير لغت لما استقريت على الحاجات اللي انا اشتغلت بيها هيطلع برضو معي الحرف سهل جدا تمام عايز بقى اوريكي حاجة ظريفة جدا ادوات النحت ادوات النحت دي من افضل افضل ادوات اللي موجودة بتمكننا في شغل المجسمات مثلا لو هنعمل دبدوب او اسد او كيتي او طفل او كده الحاجات دي بتمكننا نعمل الشكل بشكل ظريف وحلو وبيسهل علينا الحياة يعني بيبقى فيها تفاصيل صغيرة بتفيدنا قوي يعني مثلا مش هقدر المراضي اوريها لك بشكل كبير لان مش شغلة على مجسم انا شغلة على حاجة دي مش سري دي فمش هيباني الشغل قوي مسلا حاجة زي كده دي بتعمل مسلا معايا شكل البقى او الضحكة يعني بصي مسلا شكلها عامل ازاي بتعمل معايا كأن حد بيدحك لو انا عملت مسلا كده خلص انا كده عملت وش تمام حاجة كده ظريفة بتسهل معايا الدنيا شوية فيه كمان هنا مسلا ده معايا الشكل المدور ده اللي هو شكل سن الدبوس لما بعمل بيه كده وبعمل بيه كده ببدأ احط فيه تجويف العين مثلا حاجة زي كده بتبقى ظريفة انها بتعملي ريأكت ده بتعملي الايفكت ده لو مسلا عندي هدوم شكل مثلا هدوم او شكل حزام او شكل حاجة دي بتديني الريأكت بتاع الخياطة كأن الحاجة متخيطة ودي النغزة بتاعة الابرة وهي دخلة وهي طلعة شايفة شكلها عامل ازاي الريأكت ده بيكون موجود في العجلة الدوارة دي يعني لو انت عندك ده هو هوها هي هيها العجلة الدوارة بتديني برضو نفس الريأكت يعني مسلا بتديني كده بس دي بقى بتمشي وبتديني الخيط اصغر شايفة ازاي بتديني كده كأن بالضبط مخيطة حاجة شايفة عاملة ازاي اهي فيه كمان قطاعة الفراش اه زريفة ليه لان هي بتديني اه قطعة وبصمة يعني شايفة التفاصيل اللي جوه دي التفاصيل اللي جوه دي البصمة اللي بتديني الشكل اللي على الفراشة جناحتها واللي منبرة ده اللي هيقطع يعني مثلا اه لو دي او دي انا استخدم ايه المفروض دي فراشة ودي فراشة اللي اتنين فراشة بس دي هتديني قطعة بس انما دي هتديني قطعة وتفاصيل من جوه الجسم الفراشة فدي بالنسبة لي افضل يعني برضو بسبتها كده وبابصم الاول البصمة دي بتخلي التفاصيل اللي كانت على البلاستيك تطبع عندي على عجلة السكر واقطع بيها كده فتقوم تديني المنظر ده تفاصيل وبينه اهي فيه كمان قطعة ظريفة اللي هيقطعة كتي دي انصحك لو لقتيها تجي بيها لانك ممكن تعملي بيها طرط دانوتك مثلا في عيد ملادها على فكرة كتي انك تعملي شكل كتي كبير وتحطيه في نص الطرطة والقطعات دي تتعامل كده على جوانب الطرطة طبعا هي بتديني الشكل المرسوم بتاع القطة كتي تمام فيه كمان القطعات البلاستيك دي اللي بتديني شكل مثلا الام مع البيبي مثلا تمام كمان عايزة استعرض معاكي الملدات الملد السيليكون يعني ايه يعني ايه هو بيبقى عبارة عن عن سيليكون كده شايفة قد ايه طري وقد ايه ناعم وطبعا كل ما كان السيليكون طري وناعم واقدر اشده كده ويمط معايا كل ما ده يقولي ان الجودته كويسة تمام ده مثلا ملدهو معايا كمان ملد تاني ملد يعني قالب احنا بنسمي الاوالي بالسيليكون اسمها ملد ده كمان ملد البرواز برضو ظريف وشيك قوي الحاجات دي اسعارها بتبقى من وسط لغالي يعني بتتراوح يعني مثلا ابتداء مثلا من خمسين جنيه لمتين وتلتميت جنيه على حسب جودة الملد وعلى حسب سعره دي مثلا على شكل وردة بلدي عندي اخ ده الحجم الكبير والوسط والصغير والصغير جدا لما باجي احط مثلا فيها الشكل ماينفعش اني احط فيها الشكل مباشر من غير معجنه بسي ام سي يعني مثلا بجيب السي ام سي كده وبحط شوية وبعجن عجنت السكر بالسي ام سي كده علشان تنشف لان انا عايز الشكل ده ناشف فعلشان ينشف معايا لازم الاول احطه في سي ام سي وبعدين اخد قطعة صغيرة على مقاس الشكل اللي انا عايزة بالزبط تمام وبعدين مثلا كورة اهي على المقاس ده هلاقيها كبيرة شوي يبقى انا هحطها هنا تمام وابدأ احطها كده وابصمها كويس جدا وادخلها لجوه كده تمام واسبها مثلا خمس او عشر دقايق علشان السي ام سي يشتغل ويبدأ يشد العجينة معايا فلما طلعها الاقي الشكل ده محفور عليها هل ينفع تعملي الحركة دي من غير السي ام سي لا لان الشكل مش هيطلع مظبوط معاك فانت كده يعني اهضرتي المولد بانك ما جبتيش سي ام سي والسي ام سي ده الوقت بقى متوفر جدا خلص ما بقاش نادر زي زمان هنا مثلا المولد ده لو انا مثلا عايزة اعمل فيه الحكاية دي برضو كده هحط شوية سي ام سي محترمين فيه وهعجنه كويس الاول انا عجنتها هبدأ مثلا ارفع العجنت السكر معايا كده وابدأ اسكنها بالظبط في مكان المولد واخليها على الاد بالظبط يعني لو فيه جزئية زيادة لا باشلها تمام؟ بسكنها كده ولفو معايا المولد ده مولد برواز يعني انا المفروض ان انا بجيب صورة مثلا وليكن لبيبي وبقصها على قد المقاس ده كده وبتتحط في النص وبعمل ضهر هنا كامل للمولد يعني مثلا بجيب عجنت السكر وبفردها خالص وبعمل بمقاس المولد كله قطعة من عجنت السكر وبعد ما القطعة اللي انا دخلتها دي بتنشف انا بطلعها منها وبعدين بجيب القطعة اللي انا قصتها الاول الكبيرة وبحط صورة البيبي في النص اللي هي مكان المقاس ده بالظبط بحطها في النص وبعدين اركب عليه البرواس كامل تمام؟ وبسبته وببدأ احطه على الطرطة وبسيبه مثلا زي ما قلت من خمس لعشر دقيق كده بحس يجمد هنشوف مثلا دي عملت ايه؟ طبعا لما باجي بطلعها انا ما بشدهاش هي انا كده باوستها لو شدتها انا بفضل اعمل كده في المولد تمام؟ بقلبه كده عشان يطلع لي الشكل هو الوحده شايف الشكل اهو؟ عملي الوردة بتفاصيلها بكل حاجتها ده الشكل اهو بكل تفاصيل الوردة عملتها من هنا كذلك هنا ده ملحقش يقعد شوية بس عشان خطر نشوف الشكل كذلك برضو لما باجي اشيله انا ما بشدش خالص على العجينة لو شدت العجينة هبوزها لا الصح بتاعي ان انا بعمل كده يعني انا باجي على المولد بس ما باجيش على العجينة تمام؟ اهو بيطلع معايا برضو سهل اهو كده انا خرجت البرواز بيخرج معايا كده مثلا بمنتهى سهولة وبيكون الشكل كمان والتفاصيل اللي جواه بطحة شايفه ااخد كل الحفر اللي كان على المولد السيليكون كله كله طلع فيه اهو الدني شكل زريف وحل هلاقي مثلا هنا قطعة زيادة هي خارجة فانا باجيب المقص وبشيل القطعة الزيادة دي انا مش عايزاها انا عايز المولد يبقى كله ااخد شكل البرواز بالزا استعرضنا مع بعض اهو ابرز طاعة عجينة السكر اهو اشهرها اهو المتوفرة في السوق السهلة الوجود اللي تقدرت جيبيها بفلوس بسيطة مش بفلوس غالية اهو الحاجات دي اساسية ان شاء الله معايك لو انت بدأت تشتغلي شغل بعجينة السكر اه اتمنى الفيديو يكون فادك اه اتمنى لو عجبك الفيديو اه تعملي لايك اللايك بيفرح اه اشتراك اه تعملي سبسكرايب اه مرسيه جدا للدعم وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد اقدملك فيه كل اللي تسألي عليه في اي كومنت انا تحت امرك اشتركوا في فيديو جانب نشاعر